أكو لاعبين محترفين ودربوهم على مدربين أجانب ليش اللاعب باللاعب إذا أنت واحد من الناس بالاتحاد منه شو هاي يدربك مدرب أجنبي ومحل ليش تب نادي الاتحاد على مستوى عالي وتقدم ليش بالمنتخب هذا دي يصير وانا قلت لك بعض اللاعب بعض اللاعبين لما يطلع بره العراق يحترف يكسب خبرة كبيرة جدا من المدربين يصير يتجانس مع اللاعب المدرب الأجنبي أو المدرب المحلي بالنادي أنا راح أنطيك إياها وما يخذ تحسب عليه اللاعبين العراقيين بالنادي يذبحون نفسهم يذبحون نفسهم بعض اللاعبين والله وانا قلتها قبل فترة بعض اللاعبين بالمنتخب العراق بهاي الفترة دي ينزل دريسة ما يعرق دريسة ما يعرق ما بي مي دريسة ما بي مي باللعبات يعني ما دايب في الجهود صح لونه غلطان راح ترجع تقول لي أكو ثقل عليهم أو أكو إعلام جاي يكتب عليهم وكذا قبل أسبوع عشر تيام ثلاث لاعبين محترفين من أفضل الدوريات بالدول الخليجية ثلاثة تم سجلوه مع المنتخب الوطني أسوأ ثلاثة بالمنتخب هم نعم لماذا؟ تقصد أمجد عطوان أمجد عطوان وبشار رسل وأيمن حسين لماذا قولوا وسووا والفارق وفوزوا وفريقهم شين السبب؟ السبب أنه لماذا مع المنتخب العلام يعني؟ صح لونه غلطان ضغط السوشال ميديا هذا أنا هم خطأ على اللاعب هم المفروض لا يتطرق لها هم لازم مثل ما أنت تقدم بالنادي قدم بالمنتخب المنتخب أولى من النادي صح النادي تأكل رزق لكن هذه أمانة أمانة بلد حالك حال أهل يعني أنت تعتبر أنه أحياناً يقدم ويا النادي ويا المنتخب ماذا يقدم؟ أنا أمجد نظر لسبب بس السوشال ميديا؟ لا 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 لو أسباب أخرى يقول لك أنا ماذا أفضل الجهد أنا بعد ما يفيد من المنتخب ممكن يعني معقولة؟ هاي الثقافة يشيري شعار البلد هاي هاي الثقافة هاي الثقافة الصراحة يعني خطير جدا في هكذا ثقافة ممكن يعني الآن موجودة خليه تحسب عليه هذه ثقافة بعض اللاعبين أنا هس أنت حللها إلي قبل أسبوع هو بالمنتخب وأسوأ لاعب بالمنتخب كان راح للنادي وراء أسبوع أفضل لاعب بالفريق ما له شن السبب؟ ترجمة نانسي قنقر